السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم النهاردة بيزن الله هنتكلم عن طرق ترويم خروف على نعجة مش امه يعني ام بديلة ترويم اللي هو الام تتبنى مولود مش ابنها طبعا دي من استخدامها في حالات ان الام مات ابنها وعندنا مولود تاني عوزين الام دي تتبنى اول طريقة ان انت يكون عندك مولود ميت من ام منجيب المولود ده منحاول نسلخه ناخد الجلد بتاعه ومنركب الجلد ده على مولود تاني اللي هو المولود اللي احنا عاوزين الام دي تتبنى بدل ابنها طبعا الام هنا المفروض ان هي بتشم ريحة ابنها في الجلد ده وبالتالي بتوقف للمولود الجديد وتبدأ تردعه الحالة دي من استخدامها ممكن تفضل الجلد على المولود لمدة يومين او تلاتة وممكن تسيبه الاسبوع مفيش اي مشكلة الجلد في البداية بتنشفه بس شوية في الشمس وبتبدأ تحطه على المولود اللي انت عاوز الام تتبنى الام في البداية ما بتقفش المولود بتبدأ تبعد عنه بتستغرب شكل الفاروة في امهات من اول لحظة هتبدأ تردع المولود ده ولكن في امهات لازم تمسك الام للمولود لمدة يوم او يومين مرتين في اليوم او تلات مرات في اليوم المولود ذات نفسه بيتعود ان الام دي هي اللي بتردعه وبيفضل متابحها وفي النهاية الام بتشم ريحة ابنها في الفاروة لو المولود ده اخرج من اللبن اللي هو رضعه من الام الجديدة هنا الام بتبدأ تقفله ممكن في اول يوم ممكن في تاني يوم ممكن في تالت يوم الطريقة التانية منجيب المولود مع الام اللي احنا عاوزين نرويمه عليها ومنضعهم مع بعض في مكان ديق هم الاتنين بس بحيث المولود ما يشوفش حد غير الام البديلة والام برضو ما تشوفش حد غير مولود ده بعد من يومين لخمس ايام الام دي بتتعود على المولود ده وبتبدأ تعتبره ابنها في البداية بتبدأ تنزعج لما تاخد المولود من معاها وفي نفس الوقتها بتبقاش لسه رضعيته ولا تقفله ولكن هي عاوزاه معاها باستمرار بعد كده بتبدأ تقفله في الفترة يعني من يومين لخمس ايام حسب حنية الام بتبدأ تقفله وتردعه وبتعتبره ابنها بعد كده لما تنقلهم للمراحة بتاع الغنم بتلاحظ ان الام هي اللي بتدور على المولود وتقفله في وسط الغنم وبكده هي بتكمل معاه لانها هي لحد المولود ما يتفطن وممكن لو ما عندكش مكان ديق تضع فيه المولود مع الام لو انت بتسرح او كده بالغنم ممكن هنا تربط الام من تعمل لها زي شاكيمة او خدمة من قدام في رأسها وبتربطها من احد الارجل في اي مكان وبتعمل الحركة دية للمولود مرة اين في اليوم مرة الصبح ومرة اخر من النهار المولود بيفضل متابع الام والام ذات نفسها بتبدأ تحني المولود ده مع الوقت وتبدأ تقفله دي من احد الطرق برضو الزات فعالية في الموضوع ده الطريقة التالتة ان انت ممكن تجيب مولود وتبدأ تضع على جسمه اللون الاحمر للمولود ده ده من المشيمة بتاعت الام دي ولدت مولود ميت بتضع عليه المشيمة بتبدأ الام برضو ريحة المولود الأصلية بتكون طاغية على ريحة المشيمة فبتكون شمة ريحة المولود غريبة هنا هي بتنفر المولود ما بترضاهش تردعه ولكن هنا ممكن تجيب اي شيء مستساق بالنسبة للغنام ممكن بضم شوية ملح وتضعهم على جسمه او نخالة ردة او دقيقة درة اي حاجة موجودة عندك ممكن النعجة تقبل عليها بتضعها على جسم المولود بتشد النعجة النعجة بتبدأ تلحس المولود بتبدأ ان هي تزوق طعم المشيمة بتاعتها بتبدأ تردع المولود وده ممكن في نفس الوقت الام تروم المولود في حالة النعجة تكون لسه ولده جديد ده اللي عزت وضح لحضراتكم النهاردة ياريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناة ولو مشترك تفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته